صباح الخير رندا وصباح الخير لكل المشاهدين يعني كما ذكرتي سنصلت الضوء اليوم على الخسائر الهائلة التي تكبدها القطاع الزراعي بسبب الحرب إذ أصدر مؤخرا الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بيان بوضع هذه الآثار والتداعيات الكبيرة مع تواصل الحرب منذ حوالي 72 يوم دون رأفة ورحمة ودون تفريق بين كبير وصغير أو شاب وكهل أو مريض وسوي حتى طالت هذه الحرب الأشجار والأراضي الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية سنتحدث عن هذا الموضوع بشكل مفصل أكثر مع أمينة خصيب مدير دائرة الحسابات القومية في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني سعد صباحك صباح الخير أهلا وسهلا فيك يعني في البداية يعطيكم ألف عافية على جهدكم وعملكم في رصد هذه الأرقام وفي كل المجالات وتحديدا يعني خلال هذه الحرب الشريسة هذا البيان الذي أصدرتموه يعني يبرز الخسائر الهائلة التي تكبدها القطاع الزراعي ولكن قبل أن نخوض في تفاصيل هذا البيان لنتحدث عن أهمية القطاع الزراعي في قطاع غزة والذي يمثل يعني أهم وأبرز مكونات الناتج المحلي الإجمالي صحيح هو النشاط الزراعي يعتبر مكون مهم في الإنتاج وفي تشغيل الأيد العاملة بالإضافة إلى أهميته في توفير الأمن الغذائي وبتبرز أهمية النشاط الزراعي من خلال مساهمته في الاقتصاد ككل المساهمة النشاط الزراعي في نتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة هي 11% من إجمالي نتج المحلي الإجمالي لو تطرقنا للحيازات الزراعية بنلاحظ أنه 18% من إجمال الحيازات الزراعية الموجودة في الأراضي الفلسطينية هي موجودة في قطاع غزة وبتشير البيانات كمان لأنه الصادرات 55% من الصادرات ما قبل العدوان الأخير على قطاع غزة كانت الصادرات بتشكل 55% من الصادرات هي عبارة عن سلعة زراعية فبالتالي إحنا بنحكي عن مردود ودخل المزارعين وكمان مساهمة له في الأمن الغذائي لقطاع غزة نعم يعني الحرب المستمرة من أكتر من 70 يوم والخسائر فعليا تتضاعف في كل يوم لنتحدث عن أبرز هذه الخسائر الاقتصادية سواء المباشرة أو غير المباشرة وفي أي مناطق فعليا تركزت بالتحديد هو فعليا بتشير البيانات والتقديرات الصادر عن الجهاز المركزي عفوا صادر عن الجهاز المركزي الإحصال الفلسطيني بتشير لأنه الخسائر اليومية المباشرة للنشاط الزراعي نتيجة توقف عجلة الإنتاج هي حوالي 2 مليون دولار بشكل يومي 2 مليون دولار هي خسائر مباشرة في الإنتاج نتيجة طبعا توقف عجلة الإنتاج الزراعي طبعا تتفاقم وتتضاعف قيمة الخسائر الكلية إذا أخذنا بعين الاعتبار الخسائر في الممتلكات والأصول الزراعية وتجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية كل هذا سيأثر على قيمة الخسائر الكلية المباشرة وغير المباشرة هلأ وين تتركز الخسائر الزراعية بشكل أساسي؟ لو نحكي أنه 117 ألف دنوم هي إجمالي المساحات المزروعة بأشجار البستنة الخضروات والمحاصيل الحقلية 34 ألف دنوم يعني حوالي التلت هو موجود في محافظة شمال غزة والتلت الآخر موجود في محافظة خان يونس ونحن نعرف أن أكثر محافظات تعرضت للتجريف والتدمير والخراب محافظات الشمال فعلا هي محافظة الشمال وحاليا هي محافظة خان يونس فبالتالي أكبر مصدرين للإنتاج الزراعي والنشاط الزراعي هي تعرضت للتجريف والدمار المباشر نعم يعني ما هي الأسس أو الأدوات التي اعتمدتم عليها لرصد هذه الأرقام ولرصد أيضا هذه الخسائر الاقتصادية فعليا عندنا مصدرين أساسيين لإصدار هذه التقديرات الأساسية حول الخسائر في النشاط الزراعي المصدر الأول هو التعداد الزراعي الذي تم تنفيذه من خلال الجهاز المركز الأحصى الفلسطيني في العام 2021 والمصدر الأخر هو بيانات الحسابات القومية الفلسطينية بالنسبة للمصدر الأول نتطرق للتعداد الزراعي التعداد الزراعي هو من أهم المشاريع اللي نفذها الجهاز المركزي للإحصى الفلسطيني ووفق قانون الإحصاءات العامة للعام 2000 بشير لأنه لازم يتم تنفيذ يجب أن يتم تنفيذ تعداد زراعي كل عشر سنوات طبعا تم تنفيذ التعداد الأول في العام 2010 وكان من المخطط أن يتم تنفيذ التعداد الثاني في العام 2020 ولكن انتشار جائحة كورونا أدى إلى تأجيله لعام 2021 فبالتالي تم تنفيذ التعداد في العام 2021 بالتعاون والشراكة التامة مع وزارة الزراعة وليوفر لقاعدة بيانات أساسية حول تركيمة القطاع الزراعي حول الأنشطة الزراعية وحول المساحات الزراعية المختلفة في فلسطين وفي الضفة وفي قطاع غزة هذا المصدر الآخر هو بيانات الحسابات القومية بيانات الحسابات القومية التي توفر للمؤشرات الاقتصادية حول مكونات الناتج المحلي الإجمالي وحول مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي نعم يعني هذه الحرب لا تفرق بين صغير أو كبير وبين يعني هي تستهدف فعليا الحجر والشجر والبشر وكل شيء أيضا وطالة الأشجار والأراضي الزراعية والثروة الحيوانية والثروة السمكية لنتحدث عن هذا الجانب بالتحديد وعن تعمد أيضا قوات الاحتلال يعني إفقاد قطاع غزة مصدر أمن غذائي مهم فعليا صحيح هو الانتاج الزراعي هو عبارة عن انتاج نباتي وانتاج حيواني بالنسبة للانتاج النباتي بشكل 54% من إجمالي الانتاج الزراعي هو انتاج نباتي و46% من الانتاج الزراعي هو انتاج حيواني ولما نحكي عن الإنتاج الحيواني هو عبارة عن لحوم والثروة السمكية ومنعرف أن العديد من الأسر في قطاع غزة فقدت مصدر رزقها من الثروة السمكية نتيجة تدمير قوارب الصيد ونتيجة عدم تمكنهم أيضا إلى الوصول إلى أماكن الصيد فكانها التدمير للثروة السمكية هلا لو نحكي عن أهم المحاصيل الزراعية التي تضررت في فترة العدوان الغاشم على قطاع غزة سنتناول محصولين بشكل أساسي الخضروات الآن 53% من إجمال المساحات المزروعة في قطاع غزة هي مزروعة بالخضروات وهي بتشكل مصدر أساسي للصادرات من قطاع غزة 34% من هذه المساحات المزروعة هي موجودة في محافظة خان يونس و30% منهم موجودة في محافظة شمال غزة فبالتالي نحكي عن تعطل في المصدر الأساسي والرئيسي وضرر مباشر للمصدر الأساسي لإنتاج الخضروات لو تطرقنا لأشجار البستنة 63% من إجمال المساحات المزروعة بأشجار البستنة هي أشجار زيتون وكان فيه تجريف وضمار لمساحات شاسعة من أشجار الزيتون وهذه السياسة يعني تذنع عليها الاحتلال أن يقوم باستهداف أشجار الزيتون صحيح صحيح هلأ نعرف أن العدوان تم في بداية شهر عشرة في بداية شهر عشرة وهو موسم جني ثمار الزيتون بالنسبة للمزارعين فهذا تجريف الأشجار الزيتون وعدم تمكن المزارعين من الوصول لأشجار الزيتون الخاصة فيهم حرمهم من فرصة أن الاستفادة من الموسم اللي بنتظروه خلال عام بأكمله حتى يقوموا من جني ثمار الزيتون وزي ما شفنا كمان في فترة الهدن المؤقتة عندما كان في فترة هدن مؤقتة العديد من الأسر توجهت إلى في المحافظات الجنوبية إلى أشجار الزيتون لتمكن من جني ما تبقى من ثمار أشجار الزيتون في هذه الفترة نعم يعني تدمير الأراضي الزراعية وتكبد القطاع الزراعي هذه الخسائر الهائلة يعني سيؤثر بالتأكيد على القدرة الإنتاجية للمزارعين فسينتج عنه أيضا آثار وتداعيات يعني اقتصادية جسيمة لنتحدث عن أبرز هذه الآثار الاقتصادية التي لربما أيضا ستكون طويلة المدى وستمتد لسنوات طويلة طبعا من الجديد ذكره أنه كمية المتفجرات التي تم إلقاها على الأراضي الزراعية بشكل عام والفسفور الأبيض وتجريف المساحات الواسعة من الأراضي الزراعية هذا يعني بجعل من الصعب في الفترة أو على المدى القصير أن يكون في عملية استفادة من الأراضي الزراعية أو استصلاح للأراضي الزراعية بالنظر لكمية المتفجرات التي ألقيت على الأراضي الزراعية فبالتالي لن يكون على المدى القصير إمكاني للمزارعين أن يقوموا باستصلاح أراضيهم وبالنظر على المدى البعيد القطاع غزة وفيما يخص النشاط الزراعي مستلزمات الانتاج وتكاليف الانتاج للنشاط الزراعي هي عالية في الفترة الحالية ما قبل عدوان كانت تكاليف ومستلزمات الانتاج الزراعي بتشكل حوالي من 44 إلى 47% من الانتاج بمعنى لو المزارع ينتج 100 دولار انتاج زراعي بكلفه من 44 إلى 47 دولار تكاليف ومستلزمات الانتاج طبعا هاي النسبة ما كانت هيك ما قبل الحصار على قطاع غزة ما قبل الحصار على قطاع غزة في 2006 كانت تكاليف ومستلزمات الانتاج هي تتراوح من 33 إلى 36% هي إجمالي تكاليف ومستلزمات الانتاج فاحنا بنحكي عن تضاعف لتكاليف ومستلزمات الانتاج وبتكلف المزارع نسبة كبيرة من الانتاج الزراعي نعم ربما أيضا إعادة بناء البنية التحتية الزراعية ودعم مزارعية القطاع قد يستغرق وقت طويل والعديد من العمليات طويلة المدى أليس كذلك؟ صحيح طبعا إحنا في البداية نتمنى أنه ينتهد العدوان الغاشم على قطاع غزة وينتهد الدمار والتجريف المستمر للأراضي الزراعية والتي تأثر على السل الغذائي والأمن الغذائي لشعبنا في قطاع غزة وكمان أحب أحكي أنه بتشير البيانات الصادرة عن الحسابات القومية إلى أنه 44% من الاستهلاك الأسري للأسر هي منتجات زراعية تم إنتاجها بشكل محلي يعني من الإنتاج المحلي للمزارعين و56% هي من الواردات طبعا الواردات تعطلت توقفت بشكل كامل خلال هذه الفترة والإنتاج المحلي لم يعد يكفي حاجة الشعب وحاجة المزارعين وبالتالي هناك إنعدام للأمن الغذائي وإنعدام للاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية نعم وفي حالي استمرت الحرب لفترة أطول إلى أين سيتجه الحال فيما يتعلق بالقطاع الزراعي؟ طبعا زي ما حكيناه تجريف مساحات واسعة وتأثيرها على السل الغذائي وتأثيرها على الأمن الغذائي كل هذا سيؤدي إلى تفاقم الخسائر وتفاقمها بشكل أكبر نعم يعني كل شكر إليك على جول هذه المعلومات والشكر أيضا موصولة الجهاز المركزي الإحصاء الفلسطيني على جوتكم وتعبكم دائما في رصد هذه الأرقام في كل المجالات وأيضا تحديدا خلال هذه الفترة خلال فترة الحرب كل شكر إليك ويسعد صباحي شكرا لإليك شكرا